فيهما فاكهة ونخل ورمان هذا هو الطعام خص الله عز وجل الرمان في هذا وقال ونخل قال فيهما في الأولى قال فيهما من كل فاكهة صنفان فيهما من كل فاكهة زوجان هنا قال فيهما فاكهة ونخل ورمان أيسا الرمان داخل في الفاكهة والنخل داخل في الفاكهة فلماذا أعاده الله سبحانه وتعالى قال العلماء هذا من باب ذكر الخاص بعد العام اعتناء بشأنه نعم من باب ذكر الخاص بعد العام اعتناء بشأنه وتفخيما لأمره اقرأ قول الله سبحانه وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وجبريل من الملائكة وميكائيل من الملائكة فذكرهم الله سبحانه وتعالى تفخيما لشأنهما وإعلاء لقدرهما من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين نعم وقال حافظوا على الصلوات وخصوا الصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة العصر وهي من جملة الصلوات ولكن لأن كثيرا من الناس قد يغفل عنها لانشغاله بأعماله وانشغاله بحياته فأكد الله سبحانه جل وعلا على أهميتها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال تنزل الملائكة والروح فيها والروح هو جبريل عليه السلام هو من جملة الملائكة من جملة الملائكة قل نزله روح القدس ولكن تفخيما لأنه ينزل بأمر رب العالمين خصه الله من جملة الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها فقالوا ذكر النخل وذكر الرمان بعد ذكر الفاكهة من باب ذكر الخاص بعد العام اعتناء به والإمام الزمخشري رحمة الله عليه قال الفاكهة كما ذكرنا قبل ذلك اسم لما يؤكل على سبيل التفكه وخص الله سبحانه وتعالى النخل وخص الرمان لأنه ما قد جمع بين التفكه وغيره فالنخل تفكه وطعام يأكل الإنسان التمر على سبيل التقوي والتغذي والتقوت به وعلى سبيل التفكه أيضا يجمع بين الحسنين فهو جمع بين القوت وبين التفكه والرمان تفكه ودواء نعم تفكه ودواء فلذلك خصهم الله سبحانه وتعالى فقال فاكهة ونخل ورمان بل قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه من حلف ألا يأكل فاكهة فأكل رطبا أو رمانا لم يحنث لم يحنث يعني لم يقع في حالي لم يقع لأن الله قال فيهما فاكهة ونخل ورمان نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحم شكراً للمشاهدة